كافيان لك أنا معكم وبفغلة سوشال ميديا رح هيك نتعرف على آخر الأخبار اللي عم بيتم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي أول خبر هو عن امتحانات الرسمية للأسبوع الماضي بلشت مع البروفي أو الشهادة المتوسطة واليوم بلشت مع الترمينال فبتمنى هيك الحظ الموفق للكل الجي اسوي الاش واس او وكان هيك المميز سنة أنه وزارة التربية قامت بخطوة كتير لافتة للامتحانات وهي أنه حطت الـ QR code على بطاقة التقديم لهيك الأشخاص يقدروا يعرفوا محل ما عم بيقدمونها بس يعملوا سكان للكود على البطاقة بيقدروا يعرفوا المركز تابع وين لأنه كثير من الأشخاص هؤلاء بيكونوا بمركز ما بيعرفوا وين المدرسة أو ما بيعرفوا المنطقة فمن خلال الـ QR code كل تلميز قدر يعرف وين المدرسة تابعه ومن خلال المابس يعني قدر يوصل للمركز اللي هو فيه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين لساقة بالأسبوع الماضي 31 أيار احتفلت منظمة الصحة العالمية بهذا النهار وصلت الضوء شوي أو السينيكا الموضوع أكثر عن مخاطر الصحية للدخان والقلب فخلينا نشوف سوا الفيديو ونرجع من كفة الخبر هل تعلم أن التبغ يتسبب في أكثر من وفاة واحدة من أصل كل عشر وفيات ناجمة عن أمراض القلب وأن استنشاق دخانه غير المباشر يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية لا حسنا أنت لست الوحيد يوجد مئات الملايين من مطاعات التبغ ممن يجهلون أن التبغ يسبب أمراض القلب ولكنك تعرف الآن فحم قلبك واختر صحتك وليس التبغ هذا الفيديو اللي شوفناه كان هيك يزيده التوعية شوي على التدخين وعليقته بأمراض القلب ولفت الدراسة أنه فيه سنويا حوالي 7 مليون شخص بيتوفوا من ورقة التدخين وأمراض القلب الخبر الثالث هو من الكويت وبعملية هيك كتير غريبة قدرت القوات الأمن الكويتية أنه تضبط عملية لتهريب الحبوب المخدرة لكن الكرياتيف أو شيء الجديد اللي شوفناه هي العملية كيف كانوا يهربون كانوا حطيهم بكيس وربطوا الكيس على ظهر الحمامة أو الطير اللي شايفينه هنا وكان نفس اللون يعني الكيس على ظهره ولا لون راسه فقدروا أنه هيك يلقطوا هالطيور اللي كانت رايحة من العراق للكويت وضبطوا هيدا العملية متل ما عم نشوف بالصور الخبر الرابع هو عن فيسبوك وتراجع على شعبية فيسبوك بين المراهقين فدراسة جديدة أثبتت أنه 85% من المراهقين بيستعملوا يوتيوب 72% بيستعملوا انستغرام 69% بيستعملوا سناب شات أما بس 10% ذكروا أنه هن دائما بيقضوا وقت على فيسبوك بعدما كان بصدارة فيسبوك عم بيتراجع شوي شوي مع هيك الظهور كل هالابليكيشنز وكل مواقع التواصل الاجتماعي الجديد الخبر الخامس هو كمان عن واتس أب ومؤخرا كيفية مشكلة بالواتس أب وخصوصا لكل أشخاص اللي عندن ايو أس أو أبل المشكلة كانت أنه ما كانوا عم نقدر نشوف بس حدا يبعثنا تاكست الاسم الشخص اللي عم بيحكينا كنا مطريقه نفتح الابليكيشن ونفوت نشوف ننطلع أونلاين ونشوف مين حكينا عملوا هيك مثل أبدايت جديد لواتس أب ونحلت المشكلة وكانت كمان واتس أب أصدرت بيان خبرت وشرحت فيه عن هيدا الموضوع والخبر الأخير كمان بهكي التلفونات والأموجيز الجديد تم الإعلان رسميا عن وجود 66 أموجيز جديد رح يصيروا متوفرين بهواتفنا ابتداء من 5 تموز يعني الشهر الجديد نشوف هكي الأموجيز الجديد من بياناتهم أن حيواناته جديد ورسومات ووجوه جديدة رح نصير نقدر نستعملها ونبعثها لأصدقاءها هؤلاء كانوا أخبار السوشيال ميديا رح ننتقل هلأ لفقرة سوسايتي ونتعرف على ضيفنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر